مش قمة علشان أهلي وزمالك قمة علشان خاطر بنشوف أحسن لعيبة في مصر موجودة بنشوف أحسن أخلاق في مصر بنشوف منافسة محترمة طريق باسم الفريقين ممكن يكون المباراة فيها شد وجذب ممكن يكون المباراة فيها بعض العصبية من جانب نادي الزمالك لكن الأسامي الكبيرة اللي موجودة في نادي الزمالك تقدر أن هي إن شاء الله تكون مثال وقدوة في الأخلاق والاحترام لعبة النادي الأهلي لعبة على قدر المسئولية لعبة على أعلى مستوى لعبة أسامي كبيرة خاضوا لقاءات كثيرة جدا في لقاءات القمة أو معظمهم خاضوا مباريات كثيرة جدا في لقاء القمة لكن نتمنى أن اللقاء القمة ده يكون آخر مباراة يتلاعب بيها بدون جمهور هل في تفكير أن يكون مباراة السوفر ما بين الأهلي والزمالك لو حصل وتم هل ممكن يكون فيه تفكير أنه إن شاء الله تتلاعب بجمهور وتكون في أستاذ القاهرة طبعا ملعب برج العرب واحد من الملعب الكبيرة لكن نتمنى مباراة الأهلي والزمالك تكون في مكانها الأساسي ومكانها اللي كلنا متعودين عليه واللي دايما بنروح وبنقاذر أي أن كان أهلاوي أو زملكاوي هو أستاذ القاهرة برج العرب موضة جديدة كلنا مش متعودين عليها وبالتالي يعني مشوار أكيد بعيد مشوار أكيد تقيل على معظم الجماهير أو الإخوة الإعلاميين والصحفيين لكن اللي بيحب نديه وبيعشقه بيروح وراه أي مكان هو بيكون موجود فيه وبالمناسبة كلنا كنا متفرج على متشاطة الشامبينز ليج اللي دايما النهائي بيكون من مباراة واحدة وفي دولة محايدة أو في دولة نادرا لما بنلاقي فريق بيلعب على ملعبه بنلاقي كل جمهور الفريقين موجودين من كل عنحاء العالم مش بس من البلد اللي الفريق بيمثلها معنى كلامي أن مباراة نهائي دوري على أبطال الموسم اللي جاي هتكون على ملعب محايد في دولة أفريقية وبالتالي المسافات هنا مش هتوقف عائق أبدا أمام الفريق سواء إن شاء الله أهلي أو حتى زمالك أو حتى إسماعيلي أي حدا يكون موجود فيه لقاءات أفريقية إن شاء الله جمهوره يكون موجود معاه لكن خاصة هنا جمهور الأهلي بنروح وراء فريقنا في أي حتة لكن لما الملعب يكون أستاذ القاهرة زي ما شفنا في بطولة الأمم الأفريقية أعتقد أن الوضع بيكون مختلف ذكريات كتيرة جدا في أستاذ القاهرة كلنا عندنا ذكريات كنا رحنا المدرجات اللي قاعد درجة تالتة واللي قاعد درجة تانية واللي قاعد درجة أولى واللي كان موجود في أرض الملعب علشان دايما يؤازر فريق نادي الأهلي مباراة القمة زي ما قلت لحضراتكم مباراة تاريخ وإحصائيات وأرقام هنتبعها ونقولها مع حضراتكم علشان تعرفوا مدى أهمية وقوة المباراة اللي كل جمهور الفريقين بيستنها من الموسم للموسم بالمناسبة مباراة القمة المصرية هي مباراة مصنفة عالمية اللي مش مصدقني يعمل صيرش على الإنترنت ويكسب ويكتب مباراة الأهلي والزمالك أو الرانكينج أو في التوب جيمز أو الخلاسيكوز أو التوب ريتد ماتشيز على الجوجل ويعرف مدى أهمية أو رقم أو تصنيف مباراة الأهلي والزمالك على الويب سايتس وعلى الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمواقع العالمية زي ما فيه كلاسيكو برشونة ريال مدريد زي ما فيه آرسنل ومنشستر ينايتد زي ما فيه دوربي منشستر ما بين السيتي والينايتد زي ما فيه دوربي ما بين ليرفر بول وأفرتون زي ما فيه تشيلسي وطاطنهم أهلي والزمالك واحد من الدربيات بوكا جونيورز أكيد وريفر بليت أيضاً واحد من أهم الدربيات لكن أهلي والزمالك تبقى مباراة كبيرة جداً جداً كبيرة بتاريخ الفريقين كبيرة بالعراقة اللي طبعا موجودين فيها الفرقين وايضا بالنجوم اللي موجودين داخل الملعب اخيرا قبل ما نروح للاخبار نتمناها قمة فيها الاحترام وفيها الاخلاقيات وفيها السلوكيات عايزين مباراة مشرفة مش احنا بس اللي نكون بنتفرج عليها اكيد العالم بيتابع وبيتفرج زي ما احنا شفنا فتاح البطولة الافريقية ومدى الانبهار اللي تم من كل وسائل الصحف العالمية اي نعم مباراة القمة هيكون نقصها العنصر الاهم واللاعب رقم واحد وعنصر الجمهور لكن الظروف وان احنا بنستعد ان شاء الله الموسم جديد ان شاء الله مباراة القمة القادمة تكون في استاد القاهرة وعلى فكرة ده الاتجاه لان شاء الله اللي الدولة بتفكر فيه ان بداية من الموسم القادم يتم تطبيق نظام تذكرتي على مباراة بطولة الدولة العام وان ان شاء الله المباراة اللي جاية لو لنا نصيب وعشنا السوبر بين الاهل والزمالك تكون في ملعب استاد القاهرة ايضا تكون لكم مور